اشتركوا في القناة اتساقاً مع استمرار تشغيل بوابة البحرين الأولى إلى العالم بمنتهى الكفاءة والأمان ومواكبة للمنهجيات العالمية لتعزيز السلامة تواصل شركة مطار البحرين اتخاذ الخطوات الفعالة في تعزيز سلامة كافة مرافق مطار البحرين الدولي وأهمها مدرج الطائرات شركة مطار البحرين اعتمدت مؤخراً نموذج الإبلاغ العالمي لتقييم ظروف سطح مدرج المطار والذي يشكل منهجية عالمية متوافقة مع لوائح منظمة الطيران المدني الإيكاو والذي دخل حيز التنفيذ عالمياً في شهر نوفمبر الماضي للمساعدة في الحد من مخاطر حالات الخروج عن المدرج كما تسهم هذه المنهجية في تحسين عملية الإبلاغ عن ظروف سطح المدرج واختار الطيارين بشأن أي تغييرات مهمة قد تطرأ على سير عمليات الهبوط والإقلاع طرح هذه المنهجية سيساعد على استمرار تشغيل المطار بأمان وكفاءة عاليين كما يعزز التزام الشركة بنهج السلامة ومعاييرها وهو ما تتطلع إليه الشركة من خلال مشاركة نتائجها مع المطارات الأخرى والعمل معها عن كثب للمساعدة على تنقيح إجراءات نموذج الإبلاغ العالمي الجديد تعزيزاً للدور الفاعل لشركة مطار البحرين باعتبارها مساهماً نشطاً في مجتمع الموانئ الجوية الدولي هذا ونفذت شركة مطار البحرين إجراءات تشغيل قياسية وخطط تدريب وتجارب تشغيلية فضلاً عن إدارة جميع الجهود التنسيقية مع الأطراف ذات العلاقة وشؤون الطيران المدني لضمان تطبيق نموذج الإبلاغ بكفاءة